البطاطس من الوصفات السهلة السريعة اللي ما نكون جعانين وعايزين اكلة لذيذة وسهلة وكمان سريعة جدا ممكن نعملها هنضيف للبطاطس دي شوية اضافات بسيطة جدا هنخليها اكلة لذيذة جدا وكمان سهلة اوي لو الفيديو عجبكوا اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة اول حاجة دي كل المكونات اللي هنستخدمها معانا نص كيلو بطاطس انا مقاشرها وحطها في مياه عشان لونها ما يسودش وطبعا هصفيها من المياه دي وقت التقطيع وهنقطحها لمكعبات متوسطة شوية وكمان معانا بسلطين متوسطين هنقطحهم برضو مكعبات بس اصغر من حجم البطاطس بشوية وكمان حبة فلفل احمر بارد هنقطحها مكعبات صغيرة وكمان معانا فص واحد توم الفص كبير شوية لو فصين هيبقوا صغيرين ومعانا كمان شوية زتون اخضر مخلي مقطع ومن وجهة نظري انا يفضل وانتو بتستخدموا الزتون استخدموا الزتون الاخضر وما تستخدموش الاسود خالص لان الزتون الاسود بيكون عليه صبغة مضرة جدا للأكل يلا بينا نبدأ في طاسة كبيرة هنحط فيها معلقتين زيت طعام وهنضيف البصل على الزيت اول ما يسخن ودرجة الحرارة بتاعتنا هتكون اعلى من المتوسطة بشوية وهنفضل نقلب في البصل لحد ما البصل يدبل شوية انا فضلت اقلب في البصل لحد ما قطعت البطاطس ولازم التقليب المستمر يعني بسيبه وبرجع اقلب فيه تاني اهم حاجة ان البصل ما يغمقش يدوب يدبل بس شوية ولو عايزين الطبق يكون قدسم شوية ممكن تضيفوا عليه معلقة متوسطة من الزبدة او السمنة بعد ما البصل بيدبل هنضيف فص التوم المفروم ونقلبه تقليبة واحدة فقط ويفضل اي توم بنضيفه على اي اكل اننا بس يا دوب نشوحه وما ينفعش خالص التوم يحمر لانه لو حمر او لونه غمق بيمرر الاكل خالص يا دوب بس هنقلب التوم تقليبة واحدة بعد كده هنضيف مكعبات البطاطس لو لاحظتوا حجم المكعبات البطاطس يعني هي مش صغيرة ولا كبيرة هي متوسطة وكمان حجم مكعبات البصل اصغر من مكعبات البطاطس بشوية صغيرين وانا مفرمتش البصل لان طعم البصل ما بيكون ظاهر في الوصفة دي بيكون حلوي جدا بعد كده هنوطي النار شوية ونضيف التوابل معانا معلقة صغيرة من الملح وطبعا بنزود الملح لو احتاجت في الاخر خالص ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ومعلقة صغيرة مليانة من البابريكا البابريكا بتكون زيادة شوية ونص معلقة صغيرة من الشطة ولو حابين تزودوا الشطة زودوها وكمان هنضيف ربع معلقة صغيرة من الكمون والاضافة الاخيرة اختيارية جدا وهي معلقة صغيرة من الزعتر او معلقة صغيرة من الرزماري او معلقة صغيرة من النعناع المجفف او معلقة صغيرة من الريحان المجفف اي حاجة من الاربع مكونات دول تنفع وممكن نستغنى عنهم خالص ونضيف بدلهم نص معلقة صغيرة من الكسبرة النشفة وكمان هنضيف مكعب من مرأة الدجاج ونقلب المكونات دي مع البطاطس يدوب فقط دقيقتين لحد ما البطاطس تاخد من طعم التوابل وطبعا انا موطيع النار دلوقتي شوية يعني هي النار تحت المتوسط بشوية بعد كده هنضيف فنجان من المية ممكن طبعا بعد كده تزودوا المية لو البطاطس مستويتش ونقلب البطاطس مع المية تقليبة واحدة فقط بعد كده نغطي الطاصة ونسيب البطاطس والنار زي ما قلتلكو تحت المتوسط بشوية وكل شوية بنكشف البطاطس نقلبها تقليبة ونغطيها تاني ونسيبها تكمل سوا وطبعا بنشوفها اذا كانت استويت ولا لا وكمان عشان ما تلزاش ولا كمان تستوي زيادة بعد ما البطاطس بتستوي بنضيف الاضافات اللي ممكن نستغنى عنها بس الاضافات دي بتدي للطبق طعم جميل اكتر هنضيف قطع الزتون الاخضر المخلي هما شوية صغيرين يعني شوية زتون صغيرين مش كتير وكمان نضيف مكعبات الفلفل الاحمر انا قطعته صغير شوية اصغر من حجم البصل بشوية هنضيفه كده فوق الطبق نوزعه بالشكل ده والاضافة الاخيرة خالص هي رشة من الجبنة المتزارلة هنضيفها كده فوق الطاصة رشة صغيرة خالص مش كتير بعد كده هنغطي الطاصة يا دوب بس دقيقتين فقط لحد ما تجبنا المتزارلة تسيح شوية وبس كده اكلتنا الجميلة اللذيزة خلصت ريحتها وطعمها جميل جدا حلوة ومشبعة ومتاخدش اي وقت خالص اتمنى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة وكمان تكتبولي في التعليقات رأيكم في وصفة النهاردة اتمنى وصفة النهاردة تعجبكم وتجربوها وبالهنى والشفى مقدما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته